أهلا بكم من جديد تابعنا التقرير ضيفي لمناقشة ما تضمنه التقرير والمقدمة كذلك الأستاذ ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين أهلا فيك خيو جهاد أهلا الأخي خالد بالضرورة أنتم تتابعون مجمل مستجدات الأحداث على صعيد تعديات على الصحفيين واستهدافهم ضعنا في البداية إلى كم وصل عدد الشهداء أنا أعتقد أن رقم غير مسبوك قرب من المئة وكذلك هناك جرحة وما هي إمكانية مقاضات إسرائيل التي تتقصد استهداف الصحفيين وأنا أعرف أنكم تبدلون على هذا الصعيد جهود غير مسبوقة وخارقة نعم أولا شكرا أخي خالد على هذه الاستضافة سأتحدث في شقة الشقة الأول الخسائر التي تعرض لها الجسم الصحفي الفلسطيني وهي خسائر باهضة لم تتم في الحرب العالمية الثانية ولا في الحرب الأمريكية الفيتنامية ولا في حرب الأمريكية على العراق هي أول مجزرة في تاريخ الإعلام بهذا الحجم في أقصر فترة زمنية بمعنى أنه ممكن أنه انقتل نفس العدد ولكن بعشرات السنوات نحن نتحدث اليوم عن أكثر من تسعين صحفي استشهدوا خلال سبعين يوم بعد الأكثر من صحفي كل يوم خلال سبعين يوم هذا يعني أنه كل يوم ينفي ثلاث صحفيين بيستشهدوا يعني جريمة ومجزرة لم تحدث بالتاريخ عدد المؤسسات الإعلامية التي دمرت بالكامل 65 مؤسسين منها مؤسسات دولية ومنها مؤسسات عربية 22 إذاعة متوقفة عن العمل بسبب قصفة في قطاع غزة وهي كلها إذاعات محلية فلسطينية وفي إذاعات مثل منتكار لوساوى وإذاعات دولية كمان توقفت عن العمل وقصفت مقراتها هذا بموضوع المؤسسات في موضوع الجرحة أكثر من 150 جريع تم رصدهم يعني ممكن العدد أكبر ولكن بسبب الحرب لا نستطيع مواكبة كل التفاصيل عندنا ثلاث صحفيين مختفيين آخرهم زميلنا من تلفزيون فلسطين من ثلاثة أيام مختفي ولا زال مصيره مجهول واثنين يوم 7 أكتوبر عند حاجز إيرز في بيت حانون اختفوا وذهبنا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أبر محامين والمحكمة أيدت قرار الجيش والأمن أنه يجب أن لا يفصح أي تفاصيل عنهم هذه ما تسمى في العدالة في دولة الاحتلال الإسرائيل أكثر من 350 من عائلات الصحفيين استشهدوا أكثر من 1200 صحفي بدون مأوى منازلهم دمرت أو دمرت جزئيا ولكنهم الآن ينامون في الملاجئ في المستشفيات أو في ساحات المدارس اللي فيها مراكز إيواء هذا عدد لم يسبق له مثيل أنت تتحدث عن كل صحفيين غزة تقريبا أكثر من 95% متواجدين في 20 إلى 30 صحفي في مدينة غزة وشمال غزة لا زالوا تحت الخطر ونتواصل معهم بصعوبة جدا كل 4 أو 5 أيام يمكن أن نوصل لوعات فيهم وفي ظروف خطيرة بعضهم أعتقل في ظروف غير إنسانية وبعضهم قصفت المستشفيات التي كانوا يلجأون لها الوضع العام هذه مسألة هذه الخسائر ولكن أيضا هناك مسألة كيف يعمل هؤلاء الصحفيين الذين لا زالوا أحياء هم يعملوا تحت القصف يفقدوا أبنائهم وزوجاتهم ويواصلوا العمل هذا غير إنساني في العالم يعملوا بين الردم وبين الأشلاء وبين الجثث وبدون أكل وبدون شراب وبدون كهرباء وبدون إنترنت وبدون اتصالات في كل هذه الظروف الصعبة وفي ظروف الشتاء القارس اللي فلسطين بلد بارد معروف عنها وماطر وينامون في ساحات المستشفيات في خيام وضحة صعبة إن وجدت وكانوا في البداية ينامون في الشوارع أو في السيارات إلى أن جاء الشتاء في ظروف غير إنسانية ولكن في إصرار من قطع النظير إلى أي مدى بكل هذا الإصرار والعزيمي وبكل هذا النفس اللي بصراحة يعني غير مسبوك في التاريخ الإنساني لأنه أنا اليوم بعتقد أن الصحف الفلسطيني أرسى قواعد مهنية جديدة لم تكن تحت سقف المدرس الصحفي الكوني نعم صاحب أتفق معك تماما بالتالي إلى أي مدى هو ساهم في إحداث هذه النقلة النوعية في الرأي العام الكوني مما يجري فيه 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 معبل ما سؤالك مهم جدا أخي خارج الصحف الفلسطيني يدرك أنه صاحب قضية وصاحب حق وبالتالي هو يعمل بشكل مهني وأيضا بشكل وطني لينقوا الرسالته إحنا تعرضنا من اليوم الأول للحرب لثلاث حروب حرب عسكرية معلنية حرب بروباجندة قادها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي لما رفع صور أطفال وقال هؤلاء قطعوا رؤوسهم من الفلسطينيين وثبت كذبه والبيت الأبيض اعتذر عن كذب هذه الصور ولا زالوا رواية الكذب والتضليل والتزوير يمارسونها الحرب الثانية الثالثة هي حرب الكراهية اللي بحرضوا على قتل الفلسطينيين وهاي من وسائل الإعلام الإسرائيلي ولدينا من الشواهد المئات من الفيديوهات وصور الأخبار التي ينشروها التحرض على الكراهية وعلى قتل الصعفيين ونشر صورهم تخيل أن الصعفي صورته منشورة أنه مطلوب للقتل ولا الإعدام ويعمل بالميدان ولا يضيره كل ذلك إلى أي مدى أثر بالرأي العالم الدولي؟ هذا هو السؤال أنا كنت في جولة دولية اتقيت مئات الصحفيين في أوروبا في بروكسل وفرنسا وفي مقر الاتحاد الأوروبي مئات الصحفيين بصراحة الأسبوع الأول كنت كالذي يحفر الصخر برموش عينه وأنا أتحدث عن معاناتنا والعالم كان لا يستجيب وأصدقائنا كانوا لا يستجيبوا بالمناسبة لأنه كان عندهم صورة أنه هم وقعوا فرسة الخطاب النقيض نعم وقعوا صورة التضوير والكذب والتزوير ولكن الحق أقوى من كل آلة وماكنة التزوير لكن هذا الحق بحاجة إلى رفع تظهره اليوم أخي خالد أنا لما أحكي لك التقيت مئات الصحفيين وأنا صادق ولدي تقرير مفصل لذلك قام من التقيت وعملت مؤتمر صحفيين في مقر الاتحاد الأوروبي نفسه لاحظت حجم التغيير الهائل الذي يجب أن نبني عليه ولا نتوقف اليوم الرأي العام مش بس خير ولكن هذا بيدفع ثمن الصحفي كمان عشان نحكي بصراحة طبعا نكيد يعني كلما تحول الرأي العام الدولي لصالحنا بسبب التأثير من الآلام الفلسطيني من الصحف الفلسطيني الذي أحدث التغيير في الرأي العام الدولي يدفع الصحف الفلسطيني كلما شعروا تعاطف العالم مع الرواية الفلسطينيين كلما استهدفوا الصحفيين الفلسطينيين أكثر بالقتل لأنهم يريدوا أن يوقفوا رواية الحقيقة ولا يريد لرواية إلا لرواية الكذب والتضبير والتزوير دولة الاحتلال وأنت صعفي قدير وعريق أخي خالد يعني دولة الاحتلال اعتادت على أن تبقى متحكم برواية الرأي العام جاء اليوم الصعف الفلسطيني الذي لها إمكانيات وتحدي هائل وإمكانيات مهنية ثبتة بالوجه القاطئ يعني أنها من أعلى المستويات في العالم وهي كما قلت مدرسة جديدة في الإعلام استطاعت أن تغير الرأي العام وتؤثر لذلك نرى عشرات ملايين خرجوا بالشوارع رأينا اعتصامات في مقرات وكالات أنباء وصحف كبرى في العالم ضد سياسة التحريرية نرى اليوم برلمانات احنا اليوم رفعنا صور شهدان الصعفين في مقر البرلمان الأوروبي في مجلس الشيوخ الفرنسي في مؤسسات دولية في أحزاب أوروبية هذا لم يكن ليكون في اليوم الأول لو لا قدرة الصحفيين على التأثير وأنا بحكي لك اليوم تمشي بشوارع بروكسل قل ما لا تشاهد العالم الفلسطيني إما على بناء أو على منزل أو على مؤسسة أو على مقر حزب هذا عاصمة الاتحاد الأوروبي يترفع صور الشهداء وأعلامنا هذا مهم وهو تحول ولكن كيف نريد أن نحول هذا التغيير إلى تأثير على الحكومات رأينا التصويت في الأمم المتحدة 153 دولي هذا التغيير مهم جداً ولكن أيضاً يجب أن يرفع الغطاء الدولي عن الاحتلال وبالتالي التراكم الإعلام ولولا هذا الإعلام المضحي المناضل الذي نزف بعر من الدماء ودفع ثمناً هائلاً لما نرى هذا التغيير في الرأي العام يعني صورة الصحفي الفلسطيني وتضحياته هي التي استطاعت أن تؤثر بالرأي العام لو استسلم الصحفي لمسألتين قتله وقتل زملائه وإصابتهم ومعاقبته بقتل عائلته وتدمير منزله ومؤسسته لو استسلم لكل هذا الحكي وكان مطلوب منه أن يستسلم لما رأينا حزم المجزرة وحرب الإبادة الجماعية التي تجري في قطاع غزي وبالتالي نحن نحيي هؤلاء الفرسان على دورهم المنقطع النظير الذي أثلج صدور العالم بأنهم يروا تماماً ما يجري في فلسطين ومنع زملائهم الأجانب من دخول فلسطين ودخول قطاع غزة وبالتالي بقيهم فريسة لذلك الاحتلال يمنع الصحفيين الأجانب لمسألتين أولاً لاستمرار التشكيك برواية الصحفي الفلسطينيون هذا صحيح ومش صحيح وكذب ومش كذب ولكن العالم مقتنع تماماً أنه صحيح واثنين هم يعرفوا أنه وجود صحفيين أجانب يوفر حماية للصحفيين الفلسطينيين لا يستطيعوا قتل الإيطالي والفرنسي والأمريكي والكذا وبالتالي لا يريدوهم أن يكونوا بين الصحفيين الفلسطينيين وأيضاً لا يريدوهم أن ينقلوا حقيقة مجازر أكبر لم نراها حتى الآن أنا أتحدث يومياً مع عشرات الصحفيين بصراحة عشرة بالمئة لعشرين بالمئة فقط ما نراه من حجم الكارثة التي عمت قطاع غزي وأنا أبدأ قسم لك وفصل لك يعني من شمال غزي من أقصى بيت حنون نحن شاهدنا شيء عن صور من بيت حنون لم نشاهد لا لا مثلاً بيت لاهي شاهدنا شيء كل منطقة الشمال كل منطقة الشمال للمشاهدوا اليوم أكبر مدينة اللي هي بتشكل أكثر من نصف قطاع غزي مدينة غزي لا يخرج صور وبالتالي حجم الصور التي تخرج من قطاع غزي هي عينات عن الجرائم وليس كل الجرائم لا تشكل عشرة إلى عشرين بالمئة ولو دخل للصحفيين أجانب لغطوا كل ما يجري ولكن الاستهداف للصحف الفلسطيني الذي يكون مع زميله الأجنبي أقل وشكل حماية لدورهم وأمان الاستمرار نقل الحقيقة لذلك هم سيستمروا بمنع الصحفيين تعمد إسرائيل جيش الاحتلال استهدافه وبدي أختم الحلقة ب أتحدث عن أن توجهنا للمحكمة الجنائية الدولية يريد لأنه انتهى وقت المقدمج لكن نعم نحن أخذنا قرار في اللجنة التنفيذي للإتحاد الدولي يوم 29 نوفمبر بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية يوم أول أمس الجمعة اجتماعنا مع الطاقة المحامين في لندن كاتحاد دولي ونقابة صحفيين بدأنا بأعداد الملف القانوني سنتوجه الجامعة العربية سيكون عندها يعني توجه للمحكمة الجنائية الدولية في عدة قضايا من قضايا الصحفيين ونحن شركاء كنقابة صحفيين واتحاد دولي للصحفيين معهم وسنبذل كل جهدنا لذلك المسألة الأخرى وأريد أن أعلنها عبر شاشتنا شاشة تلفزيون فلسطين التي نعتز بها ستدعو نقابة الصحفيين هذا الأسبوع كل وسائل الإعلام للوقوف لعدة دقائق أو لمدة ساعة في كل العالم للاحتجاج على هذه الجرائم وإدانة جرائم الاحتلال والسماح بدخول الصحفيين إلى القطاع غزة سيكون هذا منتشر في كل وسائل الإعلام العالمي نعم أنا أود أن أشكرك جزيلا أستاذ ناصر أبو بكر نقيل شكرا لكم أن كنت ضيفي في هذه الحلقة الخاصة من بيت الكل والتي يعني خصصناها لتسليط الضوء على الدور الذي يقوم به الصحف الفلسطيني والذي تميز عن دوني وهو يستعقل التقدير والاحترام وننحني لهذا الدور الكبير هو صاحب قضية وصاحب رسالة إنسانية وأقلاقية وحضارية ووطنية ورحم الله شهدائنا رحم الله شهدائنا جميعا وبخاصة طبعا شهدائنا الصحفيين وندعو الله أن يمنع الجرحة بالشفاء وعلى المفقودين بأن يعودوا إلى بيوتهم سالمين بثل الكل متواصل بحول الله لكن بعد أن نذهب إلى هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر